لعبد الوهاب هراكي تجربة مع الفلاحات منذ صغره عززها بتوسيع دائرة نشاطه من خلال وكالة أنساج ليغطد علاقته أكثر بأرضها في عين الناجة شرق ولاية بسكرة وزايد دوسي في الأنساج أعطوني عشر بيوت بلاستيكية خدمت وراني في العام الثاني والتي نسوق في المنتج التاعي في الأنساج أعطوننا خمسة سنين من سلكوش هذا الشيء اللي شجعنا أن الشباب نزيده نطوره نزيده نخدمه الأرض الحبلة تنتج مختلف أنواع الخضر والبقوليات خصوصا إذا توفر الماء مع الكهرباء الفلاحية وهو ما كان لعبد الوهاب ننتج طماطم ننتج فلفل أنواع الحار والحلو ننتج أنواع البطيخ من بينهم كانطال وديارام عسل خارج البيوت رانا نخدمه الفول والقمح ما يعيق نشاط الفلاحين هنا في عين الناجة صعوبة المسالك الفلاحية خصوصا في الإيام المطرة وهو ما يؤكده عبد الوهاب طريق راه يصعيب علينا باش نخرج المنتج تاعنا وباش نتنقلوا الفلاحة تاعنا في الأمطار كما هيك المؤكد هو أن خدمة الأرض ليست سهلة والمؤكد أيضا هو أن الأرض الخصبة تعطي إنتاج وفيرا إذا وجدت من يخدمها